السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكامل تكونوا بخير وبصحة جيدة نرحب بكم حبيباتي في فيديو جديد اليوم فيديو روتين صيفي بامتياز إن شاء الله اليوم محا مبرتاجي معكم شيئة تحفيز شيئة وصفات هكا صيفية اسنوني إن شاء الله في بزاف وصفات صيفية مبرتاجيها معكم إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة إذا كنتم أبرك معلكم غير تشجعوني هكا بان كومنتار شباب ولا اللي يعني تعجز تكتبلي كومنتار تحطلي غير أمبتي لايك من هدوك ليدين هاداك وش نحتاجين يعني أنا كي نشوف لي لايك بزاف ما نكذبش عليكم نتشجع باش نحطلكم هكا فيديوهات بزاف ونصور معاكم وإن شاء الله حمبرتاجي معاكم بزاف هكا وصفات خفاف شوية تدابير يعني كامل حاجة لي نلقاها اللي تفيدكم إن شاء الله ما نبخلش بيها عليكم أول حاجة بديت بيها بعد ما شربت القهواتي عيومة درت هادا لي صغتي دبان في الماشين على بلكم في الصيف شوفوا تدوش يوميا من ذاك حتى دو تخوافة بغجوغ مع هاد سخانة يعني أربي معانا نبارتاجي معاكم هكا شوية شوية تحفيز شوية روتينات صيفية قبل ما نخرجوه باكنس إن شاء الله يوم كنت كنت درت الكوسكوس طعام مرقة حمار الله الله شوفوا اليوم ما كانش الجمعة متشهينة عندي بزاف ما درتش طعام دونك درتوجة بزاف منين إن شاء الله هني صورت لكم هكا علاقات نحاول ندلكم فيديو هكا قصير نحطه لكم في الانستغرام نعطي لكم الطريقة عالي ندير بها هاد الكوسكوس ويجي بزاف هالي يجي حار ويجي فغيمو هالي شاهدكم في الجنة حبيباتي وهنا يا كنت حابة ندير تنظيف ما قولوش تنظيف عميق شوفوا شبه عميق للمطبخ وانا كيما ديما نقول لكم منديرش كامل كوزينة في نهار بسكولو كن نقيها كامل في نهار نقعد معها توت لا جورني ومنين ذاك نقدر ما نكملش في نهار حتى غدوها من ذاك بش نكمل دونك جي بخيفر ندير كوان بار كوان كيما اليوم محكمت هاد المبل تاع الكوزينة نقيته بالطبع و جبدتوا هكا ونقيت ما راح بيان الحيط يعني بديت من البلافون وهبطت نقيت خيط خبيان شوفوا كوتب صورت لكم شوية بعد لقيت روحي كامل مبان في هادوكلي فيديو دونك ما بارتاجيتش معاكم بارتاجيت معاكم غير هاكا شوية علاقات وانا ننظف في هاد المبل تاعي نحيت منو كامل لما عنلي فيه بزاف ما زلتو تسقصوني على هاد البايو يعني شحال شريتو شحال البخي تاعو ومنين الصفحة لي شريتو عليه انا هاد البايو كنت كي شريتو كنت بارتاجيت معاكم يعني بارتاجيت معاكم الصفحة وكلش ومعدا راح تلي ما قدبش عليكم راح تلي صفحة واسكر ننصحكم به ما ننصحكم مش بيه شوفوا لي تحافظ على المبل تاحا يعني ننصحكم به بصح لي تفرح بلي يعني ما تحافظش على القش ولا تقدر بزاف تنقلو من بلاصة لبلاصة ولا ترحل بزاف ما ننصحكم مش بيه بصك الامديف يقعد امديف يعني ما كش كي ما لبوا يكون صحيح عليه بين سور ويكون صاليد كتر حسنو راح تلي ما نقولكم معا في هاد الكوزينة كي ما لبلكم ما لديش بلاكا يعني راح تلي مجحونا انا المنطقة البيضة انا المبل البيض كامل ننصحكم او ديرو و ديرو شوية في لعبة طريه ديرو فيها شوية سائل اواني مشي بزاف معا شوية بي كاربونت كما شفتوني و تشمخوا اللعبة تحكموا بيان بينسوعوا بالماء وتحسروها و تحكموا بيان المبل تحكموا لا ليزالي ما ولا اي حاجة بيضة او بعدات تمسحوها بيان يعني تحكمو شيفون بخبخو تمسحوها بيان يعطي لكم نتيجة هايلا شوفوا هاد المبل انا راه رافدلي و وش نقول لكم كينج بدقا وش فيه نحير نقول كيفش كامل هادو ارفضهم لي هادو ما زال شوية قدورة تعكل اليوم انا نخبيته الاواني اللي نستعملهم يوميا يعني اللي تعكل اليوم كما خبيت هادو كل البيوضة جبت هادو هادو نحسهم تاع صيف كثر نحب الالوان بزاف في الصيف و كيما تعرفوني الالوان نموت عليهم كيما هاداك سياغد السفر كين قطعة تكسرت لي منو شوفوا كنت رافدتهم لا فوق باسي مشي هاد المرة الخطرة لي شعفت تقبل رمضان كنت حنج بد هكا موعنت عمضان و نخبي هادو كي نقول لكم طاحولي ملي دي فغي ما قانتيتي هاكا تاعلي زاسيات جون تكسروا كامل و واحد تكسر شوفوا تفتوا تفتوا كامل تفتات قاعدة اغنى نخزر هادا ما كان يعني الحمدولله وهذا ما كان قلت لكم هادو المبضغي ما مفرج علي يا رافد لي كامل ما عن لي نحتاجهم يوميا في المطبخ وهنا يا حبيباتي قبل ما نعودو ندخلو الكوزينان طيبو حاجة خفيفة تاع صيف حبيت نفكركم بهاد السيرام اللي كنت بارتاجيتهم معاكم صافي واحد الامواء ولا امواء دمي انا صراحة عندي شهرين ملي نستعمل فيهم هاد السيرام تاع صغي لا فغي ما نتيجة تحهم يعني هاي لا هاي لا والغوتوغ تحهم يعني كامل اللي ادو عليهم فغي ما لقوا يعني على هاد السيرام شوفو كين هاد السيرام حنبدالكم به نمو تخوى هادات الشعر يعمر الفراغات الناس اللي عندها هكا فراغات في الشعر سوكتو في الدفن هكا رايح يعمر لكم افخص افخص استعملوه رايح يمبتلكم هادك الشعر الرقيق فغي ما يغبي شعر اللي شعرها ناشف اللي في هذا الصيف بروفيتي ويعني خلو شعركم يريح بيان ديروا لزول ويوت هاد السيرام انا نستعملو مرة واحدة في سمانه اذا كان شعركم متضرر بزاف استعملوه دفع تخصيما هاد ما كان يعني احييشدلكم مدة طويلة انا هاد شدلي شوفو ما زال فيه شوية يعني نستعمل فيه شهر ونص وما زال فيه شوية بس كي ما قلتلكم نستعملو غير واختار واحدة في سمانه دونك ارايح يشدلي وهادلي الدو سيرام تعلو وجه هادو نمو او نمو دو واحد سيرام ليلي وواحد اخر نهاري شوفو بيان وبزاف هايلين سختوا سختوا هادا سيرام تعليل هادا ما عندي ما اقول لكم في عيني كي تستعملوه تحسوا لابوت عكم في غيمة ولا تطرية وتحسوا واحد المشيلة معان تحسوا كشغل وجهكم الضواء تحسوا واحد الانارة هكا في عينيكم في عينيكم اخا في وجهكم تحسوا النظارة كنت نحوس على هاد الكلمة وراحت لي يمدلكم واحد النظارة للوجه هايلة هايلة وهذا سيرام نهار تستعملوه هو اللي ولاني كامل قبل ما اديرو كامل الكران توتال انا في الصيف كي نخرج ما ادبش عليكم اديرو غير هو ونحمر وجهه باللكران توتال هادا وش ندير اذا تحبو نهدر لكم على الكران توتال اللي نستعمل في يوتيوب قولوا لي في الكومنتان ماكاش كامل مشكل نبرتاجي معكم يعني اي حاجة تفيدني وستعملتها ولقيت نتيجة مليحة ان شاء الله ها نبرتاجيها معكم هادلي سيرام البنت يديرو ربعمية وتسعين حتى يديرو ربعمية وتسعين عليه ونبحي اذا شريتو بالوحدة قدروا تشرووا واحدة يسقام لكم مية وثمانين ولا مية وتسعينه ولله نسيت لكن ها نسيت تشروهم لاتخوة على بالي يسقام لكم ربعمية وتسعينه ولو التوصيل مجاني لكل الولايات نخلي لكم حبيبتي الرابط التعالي السيدوري اللي بيانسير حبيبات تشري من هادلي سيرام نخليه لكم في صندوق الوصف وف اول تعليق متبت وهنا حبيبتي الوصف تحبق مجاني عدد من الوصف للمساني ونحل تحب عليكم ح وصفة صيفية بزف بزف بنينا اول حاجة نحتاجو فيها كاسا حليب مع نص كاس تعلما هاد الفطائر جيهيلة شوفو فطائر ولا مقلوب ولا مقلوب تونسي ولا تسموه كي ما تحبو المهم طريقة تاوه مختلفة ملعقة كبيرة خميرة الخمز ملعقة كبيرة سكر ربع ملعقة خميرة الحلويات ونضربو ملاحة ذاك الحليب مع الماء مع الخميرة والسكر والخميرة تعال حلوة خلطوهم بيعاك اغير بفوي بعد تضيفو اربع ملاعقة عزيت حبيتو تستعملو زيت عادي كي ما انا ولا حبيتو تستعملو زيت الزيتون نديرو الملح في هاد المرحلة منديروش الملح في اللول مع الخميرة خلطوها وحدها بعد ضيفو الزيت وضيفو الملح من الاعداء تا الخميرة زيت والملح هدي لازم ديروها ملح في بالكم زيت والملح ميخلوش الخميرة كي ما قولو تاخد راحتها في عملية الاختماء المهم هنا بقات لي غير فارينان وبقا نضيف غير بشوية ونخلط حتى نتحصلوه على عجيناتكن الطريا تكون مش يتلسق في اليدين مفغيمة تكون العجيناتعكم طريا هنا راني نديرو ونخلط المهم تديلكم تقريبا واحد ستمية كرام هكا كتاع الفارينان خلطو بيان تموو النوعية اللي تستعملوها تقدر تكون تشرب تستعملو غير خمسمية كرام تكون كافية وتقدر تكون العجيناتكن ما تشربش السوائل يعني تستعملو كمياه اكبر هنا في الاخر درت شوية زيت هكا في الدي برك باش نجمع العجينا وما تلسق ليش هنا قعدت نضيف فارينان في الاخر حسيتها هكا شوية خاصة المهم اجمعتها بيان بيان وبعدها نغطيها ونخلوها تخمر شوفوا كي تخلوها تخمر حتى تزيت تحكموا راح شوية نصف صدر الدجاج تقدروا فيوند عشاء او اي حاجة تحبوها المهم اجمعت صدر الدجاج درتو كي تحطيتو في المجمد باش يسهل عليها التقطيع يعني انتوما ذا كان عندكم فرانجيلاتر تخبيين مكانش عندكم فرانجيلاتر كان طريق فرانجيلاتر يجمد ويجيكم عملية التقطيع سهلة يقطعوها كامو كعابة صغار ورايحين نتبلوه بيان ونحمروه وهذا الفطائر وهذا المقلوب هذا اليوم لحنا نديرو معاكم رايحين نديرو معاها ديف خيت يعني هيكون زاكي غير نصف صدر الدجاج ديلكم وكميالة بس بيها دكتوفو يعني كامل ممسي تكون افرد عائلتكم كبيرة رايحاتك فيكم هاذ الكمية حطيتو في مقلع فيها شوية زيت ودرت التوابل شوفو هنا ديرو ملح فلفل كحل اذا قدرتوا تبلو مقبل كيما دايما نقول لكم تبلو الجاج قد ما تبلتوه مقبل وخليته يروب وزي اح يشرب درت ملح فلفل كحل شوية تهكركم مشي بزاف وشوية فلفل حار هذا ضروري يمد انقو بزاف هايل وحاجة ضرورية ثاني الكمون الكمون مع البولي يعني غيان عادي غيمد انقو فار يعني هايل درت ملحقة صغيرة تاعة لاموتاخد خلط بيها لوتوها كامعة شوية زيت كود درت شوية زيت في المقلع ومبعدا خلوها على نار مرتفيها متنقصوش للنار بسكو هاد الخليط وكنديرو على نار قليلا يطلق كامل متاعو وحنا حبينا ها يتحمر لو بولين ما يطلقش المو يقعد كشغل طايب حبينا ها يديبو نتللقوا يعني زيتولو النار وقعدو هاكا تخلطو فيه حتى يطيب ويتحمر شوية معاكم هنالي فخيت انا وجدهم بطاطا عادي تقليوها وتقطعوها كما تحبو يعني الشكل اللي تحبو نقطعتها عادي طويلة كما اللي في خيت نورمال والبولي تاعي بعدما طب حليته يبرد شوية وجيت للعجينة تاعي اللي لقيتها شوفو الله هي بارك خمرت تخيط خبية مع هاد الخانة اعطو لها غير فاميونوت راهي طلعت المهم هنا حبيباتي استعينو دايما بشوية عفارينا بسكال العجينة راهي بضغيمو طرية ولازم تكون هاكا الطرية ويتقطعوها الى خمس قطع الكمية ليدرت خمس قطع تحبو الدوبلي ودوبلي وعلى روحكم المهم سويو هاد الخبزات تاعكم لهاد القطع تاعكم بياه غطيوهم خليوهم غير خمس تقايق وبدو تخدمو يعني يجيكم العملية السهلة بزاف لقد تقطعوهم وتبدو تخدمو ديراكت شوفو انتو ما تحلو هي ترجع معاكم وسحكي تحلوها تروبوزي بيان تفتحوها فاسل مو درت طاجين تاعي يسخن اذا عندكم مقلة ديروا مقلة تكون شي تقيلة واشا عليه احياني طيبو تعني هاي لين برك نقصو النار مزيدوش النار بساف ودهنو شوية برك المقالات تاعكم ملاطاجين تاعكم بالزيت هكا كا 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 بقام بانسو وحطو الخبزات تاعكم شوفو هنا كوت طيبة اللولاو هادية حان نبرتاجها معاكم شوفو تحمروها شوية شوفو هادية اللولا كيفش خرج تبغيمو الله الله تحمروها هكا شوية تبدو تنشف اقلبوها ومبعد بدو ديرو في الحشو مباشرة لنا بشلوتان اللي يتكملو تحطو الحشو هي تكون ديجا بداية طيب من التحطا درت انا فخوماج هادا الجبن الطري ومجيها وحد اخرى درت شوية هريصة وشوية تاع المايونيز انتوما اذا كانت عندكم لاسوس الجغيان ولا حطووا ليسوس اللي تحبوها موش تحبو حطووا درت فليف خيت وحطيت فوقهم هاداك الجج المتبل اللي كنا درناه وزيت الجبن هذا تاع الصاندويشات زيدوا جبن مبشور زيدوا اي نوع تالاجبن هادا النوع تاع الصاندويشات ولا المقلوب قد ما درتوا فيهم يعني الفرامج قد ما جاوا الفرامجين قد ما جاوا وبنان ويجوا مع السلين الداخل كي تفتحوهم الاطفال حين يعجبوهم بزف يعني هادا وش طيبو في الكوجبة كاملة متا كاملة يعني ليسو بيتو معضو كسخانة موالا ما نقدبش عليكم ما نش نديرهم بزف ما همش ياكلوهم بزف دونك يحبو غير هكا دي ساندويش ولا دي سالاد ولا هكا اطباق تاع مقلة هكا ولا تاعق غاتان ان شاء الله ان شاء الله نبرتجي معكم بزف وصفات صيفية قلت لكم برك ديرولي لجم خلولي لجم لا تكن كاملة تخلولي لجم بزف شوفوا قد ما خليتولي لجم في هادا فيديو قد ما شجعتوني باش نحط لكم وصفات بزف وان شاء الله نبان معكم في اليوتيوب بصفة اكثر تشاهدون الطريقة بزافة سهلة هنا يوجد خلال فخيت يزكي يجب ان يتحقق كميه كبيره يجب ان يجب ان يشبعوا و يجب ان يجب ان يتحقق فخوماج يكفروا ويخبردهم الفخومج بأسلالة ويضب دهنهم، على الأسلال ويضب خلال مصمرة يضب بأسلالة يضب خلال الفخومج يضب في حرارة ويضب خلال فخومج ويضب خلال الفخومج معكم كملتهم كامل حبيبتي بنفس الطريقة ذو كنوريهم لكم وجدين وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو نطولت عليكم في الفيديو التالي مشاء الله يكون خفيف الضريب تكونوا استافدتوا منه سختوا نقول لكم في الأخير إذا عجبتكم ما تنسونيش اللي لايك حبيبتي لايكاتكم كي مزافهم يشوفوا ما يحطوش اللايك ما فهمت علاش أنا والله كي نشوف اللي لايك بزاف نتشجع بغمون نتشجع شوفوا الشكل التحامل داخل جات هيلا جات هيلا يعني جربوها في هذا الصيف حتى عجبوا لدكم بزاف نقول لكم ما نحبكم بزاف طالها في روحكم تلاقوا في فيديو مقبل السلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته